أكد أهالي المناطق المحررة أن مجزرة جبلة في محافظة بابل كشفت النقاب عن وجود الكثير من الأبرياء في السجون الذين راحوا ضحية وشاية كاذبة صنعها المخبر السري وهو أمر دعا الأهالي إلى منشدة السلطات المعنية لإعادة التحقيق في الكثير من القضايا وإنهاء حقبة المخبر السري سيئة الصيد المخبر السري كان عبارة عن دليل أو عين للقوات الأمنية لكن كثير من الناس راح الظلم والحادث الأخير اللي صارت هسا بابل وهم كان مخبر سري أخبر عليهم أن هذول من تمين الداعش فتبين بعد التحقيق أن هذول أبرياء وراحت وصارت مجزرة بعائلة منه يتحمل ذنبها فإحنا اليوم أربع سنوات على التحرير اعتمدتم عليه وأخذ حيز كبير المخبر السري لكن اليوم نطالب إيقاف هذه الأدلة اللي يعتمدونها على المخبر السري كلنا اليوم شفنا الحادثة اللي صارت بمحافظة بابل وكان يعني مجزرة صارت العائلة راح ضحيتها العديد من الأشخاص بينا اليوم بعد التحقيقات أنه هو سببها أنه المخبر السري يعني اليوم إحنا إذا بابل صارت هاي الحادثة يعني إحنا هنا بالموصل كان المخبر السري يلعب دور كبير يعني ما نقدر نقول أنه كثير الناس انظلمت بس كان أكو عدوات بين الأشخاص كان المخبر السري له دور كبير بدخول كثير من الناس لبرياء على السجن اليوم إحنا نطالب بعادة التحقيق حول ما تم وصول المعلومات من قبل المخبر السري لجهات الأمنية اليوم نطالب بوضع جهة مختصة تدقق ما بعد المخبر السري ترجمة نانسي قنقر